وفي فلسطين المحتلة شارك العديد من الفلسطينيين من محافظتي طباس والخليل في وقفة جمهيرية للمطالبة باسترجاع جثامين 398 شهيدا والمحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام والمرضى إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الصهيونية ليلة الماضية وصبيحة اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 37 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الصهيونية